وجود رؤساء على منصات التواصل الاجتماعي معد شيء غير مألوف في معظم الرؤساء والقادة سر لهم حسابات على المنصات وبيصرحوا منها وأحياناً بيتفاعلوا من خلالها مع الناس بس الأكيد أنه غريب وجود رئيس على منصة تيك توك في المنصة اللي شعبيتها هائلة بين الشباب يعني معروف أنها مثلاً للموسيقى للفيديوهات القصيرة الخفيفة اللطيفة بس يبدو أنه الرئيس الفرنسي قرر يستغل هذه المنصة ووجود الكم الهائل من الشباب عليها ويدخل هذا العالم كأول رئيس يدشن حساب على تيك توك وأول فيديو نشاره إمانويل ماكرون عبر حسابه وبيأكد استراتيجيته في التقرب من الشباب ومخاطبتهم فمقطعه الأول كان رسالة تهنئة للناجحين في شهادة البكالوريا أي الثروية العامة بعد عام دراسي وصفه وكل نواصفينه بالصعب تستطيع العمل. فتح جديد لديها مجموعة لديها مجموعة